قالت مصادر متطابقة أن ترتيبات أمنية رصدت منذ ساعات صباح الأولى اليوم خارج وداخل مطار معتيقة وإجراءات أمنية مشددة لها صلة بترتيبات تسليم شقيق الانتحار سلمان العبيدي الذي فجر نفسه خلال حفل موسيقي في مدينة منشستر بريطانية حيث نقل هاشم العبيدي على متن طائرة خاصة بريطانية في خرق واضح للسيادة الليبية والقوانين الدولية واعتداء واضح على استقلالية القضاء الليبية المنفرد في التحقيق ومحاكمة الليبيين وفقا للقانون الجنائي الليبي تسليم هاشم العبيدي تم داخل مطار معتيقة وبحضور وزير الدفاع لحكومة سخيرات فتح باش أغا دون قيد أو شرط مقابل وعود من بريطانيا بالإستمرغري في الدعم لهم بعد أن ضقت بهم الخناق من قبل القوات المسلحة في معركة تحرير طرابلس تأتي خطوة تسليم هاشم العبيدي ليس فقط لعلاقته بقضايا تخص الإرهاب بل لإرضاء بريطانيا بعد انهيار حكومة سخيرات وفقدانها ثقة من قبل الغرب خصوصا بعد تحالفها وتورطها مع عناصر إرهابية في طرابلس ويعتبر هجوم منشستر الذي نفذوا العبيدي هو الأعنف بين خمس هجمات شنها متشاددون في بريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية وأودت بحياة 36 شخصا عوض برغثي ليبيا الحدث